حيث أنه حدث أنه حدثت أنه حدثت أنه حدثت أنه حدثت أنه حدثت أنه لم يكن أدخل أنه لم يكن أدخل في الأولمبكس نوقف عندي شوية عند الجملة هذه ونرى ما فيها أول شيء نتكلم عن أولو وأولو هي عبارة عن أداة ربط وهذه العبارة تربط جملتين أو فكرتين متناقضات ما هي الفكرتين متناقضات التي لدينا هنا؟ الفكرة الأولى أنه أدرك أنه نجاحه سبب له المشاكل في المدرسة ما أنه أدرك على الرغم من أنه أدرك أن هذا النجاح سبب له مشاكل في المدرسة إلا أنه لم يتمنى في يوم من الأيام أن لا يصبح بطل أولمبي إذن مرة ثانية على الرغم من أنه أدرك أن نجاحه سبب له مشاكل في المدرسة لم يتمنى أبداً لم يتمنى أبداً ولا مرة واحدة لو لم يكن بطلاً أولمبياً إذن إنكمل قرر إنه في الواقع وقرر إنه يحارب 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 كمبات بولين بيناس كتابة بيناس كتابة ويكون كتابة بيناس كتابة من عبداً أنه يصبح كيف يحارب البوليينج كيف يحاربه؟ أنه يصبح داعم سيليبرتي مشهور طبعا هذا السيليبرتي المقصود فيها هو ديلي ثومس المقصود فيها ثومس أنه يصبح هذا المشهور هذا الشخص المشهور ثومس ديلي داعم لمين جمعية خيرية هذه الجمعية الخيرية شو اسمها؟ يسمها الـ نشوف شو بتعمل هاي الـ بتقدم المساعدة الأمين والنصيحة الـ إذن اللي أصبح تومس داعم إلها أوكي بتقدم النصيحة والمساعدة للأطفال اللي بعانوا من التنمر من التنمر ثومس الثومس 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 هاي المشكلة للإعلام إذن كونه خبرته كضحية للبولينج وشوهرته هذون الثنتين ساعدا انه يظهر مشكلة البولينج للإعلام ثومس الثومس اظهر بيّن 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 الثومس الآن لو سألتك سؤال هنا الجملة مرة ثانية نعيدها مرة ثانية إنه أظهر ثومس داعم بيّن بيّن لم تتأثر لم تتأثر بما حصل في مدرسته القديم الآن السؤال ما حدثت في مدرسته ما حدثت في مدرسته في مدرسته في مدرسته ثومس داعم في مدرسته في مدرسته يعني تعرض للتنمّر حسناً لما أصبح رقم واحد في بطولات الغوص اللي حصلت في روما في عام 2009 في عام 2009 ثومس مجرد ، صإنثار أن المتنمّرين خسروا لماذا المتنمّرين خسروا؟ لأنه بيقولك أنه ثومس رغم أنهم تنمّروا عليه في المدرسة ورغم إنهم عملوه بسوء إلا أن هذا التنمر في المدرسة القديمة لم يؤثر على أداؤه أو على مهبته كغطاس وهذا الحكي كيف يثبت كيف يثبت how can we prove listen carefully how can we prove that what happened at his old school did not affect his talent منقول إنه شو منقول إنه إنه فاز إنه فاز Thomas إلى آخر his sporting talent has been affected at his old school إنه he became number one إذن he became number one at the world driving championships هذا الحكي بيّن إنه ما تأثر ما تأثر بما حصل معاه بالمدرسة إذن he became the world's number one at the world's diving champion ships in Rome in two thousand nine وهذا يثبت طبعا خسارة إنه خسارة الأشخاص اللي كانوا يتنمروا عليه الآن أصدقائي يا حباي طلاب الصف العاشر نقرأ نسمع للكلمات اللي معاني الكلمات بشكل كويس ونسمع للقطع للدروس بتركيز وفائدة الفيديوهات إنك تقدر ترجع يعني تقدر ترجع تعيد تزيد مرة مرتين عشرة حتى توصل للنتيجة البدكية يطلع لي على هاي مثلا read read the text in which paragraph in which paragraph a to b do we read about what read about what نحن one two three four five sentences أنا already جاوبهم زي ما أنتم شايفين بس بدياكم ترجع تقرأوهم مرة ثانية وتأكدوا الإجابات يعني لو سمحتوا ارجع قرأهم مرة ثانية وتأكدوا الإجابات يعني what happened when Thomas returned to everyday life اللي هي بالفقرة d هذه الفقرة d بتكلم عنها to an organization not connected with with a sport هاي بتتكلم عنها الفقرة d اللي هي child line child child line بتكلم عنها بفقرة e بالchild line Thomas's early career اللي هي اللي هي مهنة Thomas البدايات Thomas بشغلك غطاس في بي وطبعا زي ما انتم شايفين ولكن انا ارجو منكم ترجع تقرأوهم مرة ثانية اوكي وتأكدوا 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 لإجابات هنا read the text again نيجع على الكلمات هذولا نيجع على الكلمات الvocabulary الدايفين الدايفين in with both feet طبعا زي ما انتم شايفين هون match the highlighted words highlighted words highlighted words اللي معمون عليها بالخط الأصفر اوكي match the highlighted words in the text with these definitions الأولى a continuous period of good luck in a game of a sport اللي هي winning winning streak اللي هي winning winning streak اللي هي number one winning winning streak رقم واحد winning streak اوكي الثانية had an unexpected unexpected result the opposite of what was intended اللي هي backfired إذن الثانية الثانية back backfired الثالثية being directly below another thing being directly below another thing which is underneath underneath رقم ثلاث underneath very sudden very sudden overnight very sudden overnight او تغيرتقول suddenly very sudden overnight number five sensible realistic and practical sensible realistic and practical اللي هي صفات أهر لثومس اللي هو down to earth down to to earth number five number six at the center of public attention at the center of public attention اللي هي in the lime light in the lime light يعني تحت الأضواء تحت الأضواء يعني تحت الأضواء number seven is attractive or interesting to to somebody appeals number seven appeals appeals number eight a feeling of liking and respecting somebody of something or something or something very much admiration admiration where is admiration this is admiration this is number number eight number nine increased increased escalated escalated this is number nine طبعا بمعنى بمعنى تزايرت او ارتفعت حدة هذا رقم تسعة sorry رقم عشرة اللي هي to fight against something اللي هي combat رقم عشرة combat to fight against something رقم 11 a child who is unusually good at something a child who is unusually good at something اللي هي prodigy 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 اللي هو طفل موهوب بشكل بشكل يعني اللي هي رقم عشرة بشكل يعني غير متوقع بشكل غير عادي موهوب بشكل كبير جدا sorry sorry هي رقم 11 وليست رقم 10 prodigy رقم 11 رقم 12 a small platform for a speaker a performer etc to stand on اللي هي podium اللي هي الподيوم a small platform اللي هي الподيوم وقلنا معناها منصة رقم 12 okay رقم 13 using insulting words about somebody using insulting words to call someone names وراحة يقول names هي رقم using insulting words هي رقم 13 to call someone names لاني جعل رقم 14 being known or tackled being known or tackled اللي هي الفيم بمعنا الفيم by many people because what you have achieved اللي هي a particular reason caused a particular feeling or reaction اللي هي رقم 15 وهي provoke عزائي حبايب الطلاب أرجو منكم أنكم تركزوا كويس وتدرسوا كويس وإن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا بإذن الله تعالى صرنا نعرف معاني الكلمات صرنا نعرف معاني الكلمات صرنا نعرف الأحداث اللي دارت في الدرس صرنا نعرف كل ما يتعلق بردين comprehension وال vocabulary أرجوك لو سمحت و بدي منكو بس اللي تطلعوني على صفحة 68 68 وتحلوني الأسئلة من 1 إلى 15 من 1 إلى 15 وغزاكم الله ألف خير يعطيكو ألف حافظ